السلام عليكم ورحمة الله اليوم راح نتكلم عن التنقيط علامات الترقيم و او مرات يسمون الخط وايضا نتكلم عن موضوع الاضافات فبهذا الفيديو راح ناخذ محاضرة جدا مهمة واريد التركيز والانتباه ويايا اولا راح نتعلم شلون نكتب الكلمات لما يجيني الخط اولا نستخدم الحروف الكبيرة مع اسماء الدول والجنسيات والعواصل يعني انا لما تجيني اسم مدينة اسم دولة هذه الاسم المدينة واسم الدولة احوله الى حرف كبير فعندي اراك هنا مكتوبة اسمول اسويها كابتل صارت اراك يعني هي بالامتحان بالامتحان ما راح تجيني تجيني صغيرة انا اش راح سورة اكتبها كابتل اراك مثلا عندي كلمة هذه الكلمة تجاه قل لي هنا قل لي هذا الاسم ادو اي ادو ا دي دا يا ديانة ديانة ها ها هاي ديانة ديانة او دينا شون ما تريد تلفظها صح بس اهم شي تعرفها انه هي اسم فهذا الاسمول راح تسوي كابيتل عندك نور هذا السمول سوي كابيتل نور شوفه شوفه شون مكتوب مثلا لي جاني اسم علي كذلك نفس الحالة من يجيني اسم علي على سبيل المثال جاني هذا الاسم هذا سمول انا راح اسوي كابيتل اقلة هيتش علي شفت نستخدم الحروف الكبيرة مع ايام الاسبوع واشهر السنة كذلك لما يجيني يوم او يجيني شهر شوفه هنا كلمة مندي هاي سمول سويتها كابيتل مندي كذلك عندي كلمة ماتش اللي هي شهر فسويتها كابيتل مارش جانوري فبروري مارش ايضا عندنا يامل اسبوع سندي مندي هذان من تجيني دائما نسويها حرف كابيتل هذان النقاط لازم تحفظهن اظل عيد بيهن اظل اكرر بيهن واحفظ الامثلة شون احفظهن من خلال الكتابة اكتب اراك سمول واسويها كابيتل اكتبها مرتين ثلاثة اربعة خمسة الحد ما اضبطهن ملاحظة الاخرى تستخدم الحروف الكبيرة في بداية الجملة لما الجملة نبدأ ببداية الجملة دائما نحطها كابيتل فاني هزا مثلا عندي هاي الجملة هي فيزت لندن هاي هنا السمول سويتها كابيتل هذا اللي بالاحمر الحل الصحيح فقلت هي سويتها كابيتل هي جانت سمول سويتها كابيتل لندن هاي سمول ايضا سويتها كابيتل فصارت هي فيزت لندن هي فيزت لندن طيب تستخدم الحروف الكبيرة مع الضمير اي في اي موقع من الجملة ضمير اي هذا الاي اللي هي معناها انا اي لوف يو يعني انا حبك اوكي الان كلمة اي لما تجين وحدها هذه حرف الاي لما نجين وحدها بالكلمة احطها كابيتل فنجعل هذا المثال علي and i like iraq الان هذا المثال ما محلول هذا حل غلط هس نجي نحل حل صحيح هذا الحل غلط نجي نحل الآن ياكم حل صحيح طيب شون حل حل صحيح شون حل حل صحيح يلا وياي هذا علي اي اسم علي سمول سويتها كابيتل هاي اولا هاي رقم واحد حلو عاي سمول سويتها كابيتل طيب like هي تنزل مثل ما هي iraq اسم دولة شوفها سويتها كابيتل iraq اسم دولة ايضا سويتها كابيتل مثل ما تشوف قدامك واخر شي خليت نقطة لان بنهاية الجملة لا ازم نخلي نقطة شوف هذا المثال الثاني نجي هذا المثال انا ما عارف اقرستان يلوي يتهج ابو اه باه و اس باس و اه باس اه و ام باسم هاي باسم اوكي اكمل لايكس يحب هاي شني عندهنا اتى اقراها احو ال هل هذا اله لفظها هل ها الحلة مثل مدينة he does طيب باسم سمول ما سويتها كابيتل لايكس تنزل مثل ما هي الحلة سويتها كابيتل وبالاخير خليت هنا طبعا اكون نقطة لما نخلي ذي نقطة اني لازم من ابدي ابدي بجملة جديدة فراح اقول he does من عندي نقطة دائما من عندي نقطة اسويها ابديها بكابيتل طبعا بالاخير لا هي الجملة لازم اخلي نقطة مرة تخلي اعلام تستفهم راح اقول لكم عليها شوك تنخلي اعلام تستفهم هس راح نجي ايضا عندهم لحظة اخرى يقول لا تنسى وضع الفارزة هنا في الكلمات التالية في الكلمات التالية اذا لما انتجيني هذا لما انتجيني هاي اللتس هاي لازم احط لها فارزة شوف هاي حطت لها فارزة دير بارك لما انتجيك الكانت بدون الفارزة لازم تحط لها فارزة ركز يمي ثامنا وضع علامة سؤال في نهاية الجملة اذا بدأت الجملة بأحد الأفعال المساعدة اذا بدأت الجملة بهاي الأفعال المساعدة is are do حتى إذا أجدتك تديد هذن الأفعال المساعدة من تبدأ الدملة بيهن بالأخير اخط علامة استفاهم يعني من تجيهتنا هاي الجملة قالي can I help you أبوع بالأخير هاي نا can إذن لازم ما نحافظهن يولى عندي هاي ال can طالما عندي can اللي هي معناها يستطيع هل يستطيع فصارت هنا can بالأخير بداية سؤال إذن بالأخير اخلي علامة استفاهم طبعا من ريد حله ال can هنا small أسويها capital لأن بداية جملة والآي هذا هو small أنا أسوي capital وبداية أخلي علامة استفاهم ليش خليت استفاهم لأن أنا عندي can وcan لوحدة من الأدوات اللي تدل على السؤال طيب أو بدأت الجملة بالحرفين WH إذا بدأت به WH معناها هذا السؤال وهذا الشيء معناها عندي سؤال بهذه الجملة طيب مثلا قالي are you hungry هل أنت جوعان الآن ال R هاي أيضا طبعا موجودة ويهاي ال R فلازم أخليها are you hungry مثلا عندي مثلا بدأت الجملة به كيف أو مثلا عندي جملة ب what نقول what's your name يعني هذا سؤال what's that سؤال يعني ماذا فلازم أخلي علامة الاستفاهم بالأخير طيب سؤال نقطة التاسعة نضع فارزة بعد الكلمات الافتتاحية إذا لقينا hi مرحبا dear hello هذين الكلمات دائما لازم أضع وراهم فارزة لأن هذين شوفان علامات السلام hi وبعدين توقف بعدين أكمل فهنا hi علي مرحبا علي خليت فارزة هنا ورا علي الفارزة تخليها ورا علي ورا حمد أي شخص hi علي مرحبا علي طبعا هذا الh هنا small سويتها capital شوف علي أيضا يسمي شخص سويتها capital الفارزة نزلت الهو نزلت وبالأخير خليت علامة استفهم ليش خلينا علامة استفهم لأندي هو وهو أداة السؤال معناها كيف من أقول هو ريو يعني معناها كيف حال طيب الآن ننتقل على توصيات مهمة يقول اكتب بخط واضح وجميل ولا تستعجل في الكتابة أبد لما نجيك سؤال ما الخط لا تستعجل في الكتابة أبد على كيف اكتبه براحتك طيب هاي واحد ثانيا ملاحظة الثانية يقول لا بعد بين كلمة وأخرى ولا تحشر الكلمات شوف هنا هذا لا تكتب صفر بالامتحان دير بالك تكتب هاي غلط هذه هس اللي انت شوف قدامك هذي غلط لأن ما راح افتهم كل شي من عد وهذي الفوق هم غلط شوف شون مباعد بينات هذي غلط هذي صح الكلمة ادمجها مع بعض اربطها مع بعض يعني اصوي الحروف قريبات على بعض هم لبعض طيب وافصل بين كل كلمة وكلمة مو هي افصل بين الحروف كل هاي غلط ولا اربط بين كل الحروف هاي غلط بين كل كلمة وكلمة افصل بين كل كلمة وكلمة افصل خلينا نجنحل هذا السؤال rewrite the sentence اعد كتابة الجملة انت عيد ويا rewrite the sentence معناها عيد كتابة الجملة rewrite the sentence يعني عيد كتابة الجملة حلو يريدنا نعيد كتابة الجملة ويريد نكبة اللترز يعني معناها هذا السؤال مال الخط اجي جو الكلمة اكتب خط مرتب اجي اقرأ الكلمة اح اذن ابدأ بالبداية اي كابتل هنا بداية كابتل اي احمد ارزل مثل ما هي احمد وانت تنزل مثل ما هي تو تنزل مثل ما هي وكلمة هذه فدير بارك لا تنسألة لا تخربطوا الحروب في فايس دير بارك هسا يترى غراب هسا الصحب مو او صل وبالاخير خلي نقطة اذا ما خليت هالنقطة بالاخير ترى ينقصونك عليها هالنقطة اذا ما خليتها بالاخير ترى ينقصونك عليها السؤال اللي بعده قال لي ادو اي دي و ان دين و ا دينة دينة اها دينة طيب اذا انا دينة نزل كابتل طبعا لي اسم شخص اسم ابنية هذه دينة تنزل مثل ما هي كلمة ترابل هاية تنزل مثل ما هي ما عندي بيها شي ترابل شوفها طيب ان تنزل مثل ما هي موندي هذا يوم امو او مو و ان مون و دي موند و اي موندي اذا هاي كلمة موندي تنزل مثل ما هي و اخلي نقطة بالاخير نجي على السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده قال لي دز هل الدز وحدة من ادوات السؤال ارجع ليه ارجع ليه اشوفها وحدة موجودة الدز اي نعم هاي وانا موجودة اذا هذا وحدة من ادوات السؤال اذا لازم اخلي بالاخير علامة الاستفاء اي اي اهنا بالاخير رح نخلي علامة الاستفاء نجي هس اذا هنا ابدأ بكابتل دز هيا خليها كابتل بالبداية لبداية الجملة أقرأ هذا الاسم أو أم أم أو أم أم وآ أم آ وآر أمار إذن هذا عمر إذن أم آي آر إذن داز عمر هاي القوة تنزل مثل ما هي وتو تنزل مثل ما هي كلمة اللي وراها أقرأها أبو آ با وإج باق وإد بغداد هاي بغداد إذن أبدي بكابيتال أبو آي وإنزل مثل ما هي هاي آن 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 إذن أسويها حرف كابيتال ثرزي وأكمل الجملة والأخير أخلي نقطة لأن لأن جملتي عادية وأنهي أكمل هنا عندي غلط لازم أراجع شو النقطة ما أنا عندي داز آه 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 إذن أخلي علامة استغفام فإذا خطأت فإذا خطأت مثل هذا الخطأ مو مشكلة أرجع منت راجعة لازم تراجع إذا ما راجعت ما راح تعرف خطأك كم إلى الجملة اللي وراها عندي هنا أيضا هاي الجملة بادي باسم شخص هنا أقول علي كابيتال ونزل الجملة مثل ما هي وبصرة هنا أيضا أسويها كابيتال أشيل البي أسوي كابيتال وبالأخير أخلي السؤال الخامس وين علي وين ولا علي عندي وين الوين مو بادي أب دابل وإحنا مو ذكرنا أن الجملة اللي تبدأ أب دابل واتش معناها هذا سؤال فإذا بالأخير لازم أخلي علامة استفهام هذا علي أيضا لازم أسوي لأسوي 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 بداية الجملة يصير كابيتال وعلي يصير كابيتال لأنه أسم شخص وأجعل هالكلمة أتجاهل إي ور أرب وإب أرب أرب وأرب وأرب أرب تجاهل إذن هذا أيضا راح أسويها بداية حرف الإي كابيتال وبالأخير أخلي النقطة لو علامة استفهام لا أخلي علامة استفهام لأن عندي وين لأن عندي وين السؤال السادس والسؤال السابع أنت تحدهن السؤال السادس والسابع أنت تحدهن هنا ما عندك فارجة دير بالك أنت لازم تحطها طيب هسا راح ننتقل على المعاكسات المعاكسات كلش مهمة ودائما يجن بالامتحان الوزاري وراح أشوفك إش لون تجي بالامتحان هسا يلا خليكوا هارد صلب سوفت ناعم هارد صلب سوفت ناعم بلاين لون واحد كالرفل ملون بلاين لون واحد كالرفل ملون تشيب رخيص اكسبنسف غالي تشيب رخيص اكسبنسف غالي ثك سميك ثن رفيع لايت خفيف جي أجمات الأفض ثك ثخين لونغ طويل شورت قصير بيك كبير سمول صغير أولد كبير يونغ شاب فاست سريع سلولي بطيء هاي جاي وزاري تول طويل شورت قصير نيو جديد أولد قديم بعد سيء نايس لطيف مرات جيد نفس الشيء عندك انسيف او عندك دينجرس يعني هاي غير آمن او خطير وعندك سيف آمن هذه المعاكسات جدا 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 مهمة أحفظ لي ياهن مثل اسمك عندك أنا غير ودود وفرندلي ودود هذن الكلمات مهمات أريدك تحفظ لي ياهن شوف هنا بس الفرق يوهن بس مجرد فرق يوهن فأحفظ لي ياهن يعني تحفظ لي وحدة وتحط لي عليها يوهن فقط هالصراحة نجعل الاختصارات عندك يعني من تشوف بالامتحان هاي إز انت تحطها هايز تحط الآية تشير هذا الآية اللي بالنص وتحط فارز بمكانه إت إز إت ذير إز اختصارها ذير وات إز اختصارها وات وي آر اختصارها where they are اختصارها there you are اختصارها your I have اختصارها I've we have we've you have you've تلاحظ ال-H انحذفناها وحطينا فوقاها فارزة was not اختصارها wasn't is not اختصارها isn't is not isn't can not اختصارها can't ركزلي عليهم طيب عندك she has she's أيضا ال-H تنحذف ونحط ببداية فارزة شوف هذن تلاغتن نفس النظام تلاغتن نفس النظام عندك let us وهذا جاي وزاري كلش مهمة بنشوف let us اختصارها let's بنشوف let us اختصارها let's كذلك عندك i will he will هذن جماعة will ثلاثتن اشيل ال-w وال-i وحط بلدال فارزة وهذن لازم تكتبهن مرتين وثلاثة واربعة على مودي طبعا ببالي وما انساها قبل لان اذا بس تشوفهن ما راح تحفظهن عندك will not اختصارها won't هاي اختصار شاذ عندك i would اختصارها i'd شوف هنا i يعني تحذف ال-w وال-u ال-o وال-u وال-l كلها تنحذف ونحط ببالها فارزة عندك i should اختصارها i'd should not اختصارها shouldn't where not اختصارها weren't اذا not دائما ال-not منو شوف not كل ال-not الشي لل-o وتحط بدالها فارزة يعني تدمج مع بعض هاي تحذف هاي ذني هاي اتخذ فارزة بدالهم فقط تحط فارزة بدالهم فقط كذلك عندك will not اختصارها we will اختصارها we لأن احنا اصلا ذكرنا انه w هاي wh هاي تشيلها وتحط بدالها فارزة على كل الضمائر كذلك عندك doesn't مثل معلمتكم انها تشيلها ونقربهم على بعض ونحط فارزة فوقهم راح اشوفكم هسا شلون جاي بالامتحان الوزاري هسا راح نجي على موضوع الجمع طبعا موضوع الجمع موضوع مهم ورجاي بالوزاري هاي عندك كلمة car معناها سيارة cars يعني سيارات جمعناها اذا من اريد اجمع شا سوي اضيف s عندك pen قلم pens اقلام حلو ملاحظة الثانية اذا انتهت الكلمات بالحروف التالية من نشوف كلمة منتهية بوحدة من هاي الحروف راح اضيف es او علزين شراح اضيف راح اضيف es ما راح اضيف es راح اضيف es فانتبه لي على هاي الملاحظة عندك كلمة boss bosses اشوف ضفن es glass glasses ضفن es حلو الملاحظة اذا انتهت الكلمة بحرف y وقبله حرف صحيح يقلب ال y ال i ال i es من نشوف y بالاخير شوف لهاي كلمة y وقبل y اكو حرف صحيح اقول story stories قلب ال y شوف هذا ال y اللي عندي بالاخير هذا حذفته حطيت ببدال i es lori هذا ال y اللي بالاخير حذفته وحطيت ببدال i es حطيت ببدال هاي التركيب شوف مثل ما انت شوف قدامك lori اذا انتهت الكلمات بحرف y وقبله حرف علة حروف العلة هن معروفات طبعا s راح اكتب ليش ما قلبنا لان عندك حرف العلة هذا حرف العلة ما يقبل خلينا اكتب لكم هنا حروف العلة على مجد ما تنسون هن حروف العلة حروف العلة هما i وعد اي و اي و يو و او خمس حروف هذن من تشوف ما راح تقلب هذن الحروف من نشوف ما راح نقلب من نشوف ما راح نقلب اوكي عندي توي سيقالي تويز ليش ما قلب لان عندك هذا حرف الاو الحرف الاو ما يقبل طيب اذا كان الكلمة منتهية ب او او راح اصير this نقلب ها الى these these اذا عندي wife wife is اذن wives knife knives اذن قلب نا fe اللي عدنا هنا بها الكلمة الى piece شوف وهذن لازم تكتب هم يعني انا اجي اكتب وحط برقب قلم اكتب اكتب عشر مرات عشر مرات عشر مرات عمود من تجين بالامتحان اذكر عدنا ايضا حالات جمع شاذة وهذه الحالات ما تتبع قاعدة لازم نحفظها حفظ عدنا حالات شاذة لازم نحفظ حفظ مثلا عندي كلمة مان رجل مان رجال شوف هذي جمع شاذ من امرأة ومن نساء هاي جمع تيف يعني سن تيف توث تيف يعني اسنان اذا جمعناها فوت فيت اقدام شوف عندك تشايلد طفل تشلدرن اطفال هذي نجمع هنشار لازم احفظ هنشار شون احفظ من خلال الكتابة تكتب عشر مرات خمسة عشر مرة وراح نحفظ الان احنا اخذنا هاي المواضيع خلينا نحل اسئلة وزارية على هذي المواضيع اللي اخذ اجانا هذا السؤال قل لي لونغ صايرة شورت الهارد شنو عكس هاي اجهنا اكتب لياب الهارد عكس هاي سوفت سوفت حلو قل لي الام صايرة اام الهي شنو اختصارها اقول لي ياب الهي از احط الهي وحط فار زي اقول لهذا الحل الصحيح بعدين قل لي بوك صايرة بوك شنو صير فقط احط الهأس او اكتب ها مثل ما هي وحط الهأس شوف اذا هاي تجي ك الاسئلة بالامتحان شوف الهنا قل لك يا لونغ صايرة شورت اللايت شنو عكسها هذا وانا قلنا لايت عكسها ثك شوف اللي هي معناها ثخين اذا لايت ثك فشوف شون تجي الاسئلة